السلام عليكم ورحمة الله متابعين الكرام كيف حالكم وحال طيوركم أتمنى أن يكون كل شيء بخير وعلى خير مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناة الطيور في هذه الحلقة إن شاء الله سنجيب عن هذا السؤال كيف نعرف أن الطائر كناري والحسون أنها مرحلة غيار الريش يعني ما هي العلمات التي تدار على الطائر وتبين أنه غير ريشه بالكامل وانتقال من تبديل الريش إلى مرحلة الراحة بدون مقدمة ندخل في الموضوع مباشرة إذن في الطائر عندما ينتهي من مرحلة غيار الريش تظهر عليه العديد من العلمات يعرف من خلالها المربي أن طائره أنهى مرحلة تبديل الريش العلمة الأولى هي عودة الطيور إلى التغريد من جديد بعدما توقفت لما يقارب الشهرين يعني الطيور تغريد بصوت ضعيف ونفس قصير وعندما ترتاح وتسرجع طاقتها التي تم استنزافها في مرحلة غيار الريش ستعود إلى التغريد بقوة وبنفس طويل وهذا الأمر يحدث عندما يقترب موسم التزاوج حيث تصبح ذكور كثيرة تغريد لكي تحصل على الإينات من بين العلمات أيضا عندما نلاحظ ونراقب طائر جيدا نرى أن ريشه مرتب بشكل جميل ولا توجد فراغات بين الريش أيضا لا نرى رؤوس الريش الذي لازال ينمو من جلد الطائر يعني إذا كنت محترف في تربية الطيور فمن خلال النظر إلى الطائر ستعرف هل أكمل تغيير الريش أم لا زال أم أنه في المرحلة الأخيرة من هذه العملية من بين العلمات أيضا نراحل غياب الريش في قعر القفاس أو أرضية المكان الذي نضع فيه الطيور يعني عندما يريد مربي تنظيف الأقفاس لا يجد الريش في الأسفل وهذا الدليل على أن الطيور لم تعد ترمي الريش لأنه انتهت من تبديله من بين العلمات أيضا نراحل عودة النشاط والحيوية للطيور من خلال تحركاتها داخل القفاس إذا يا أخي كانت هذه العلمات التي تظهر على الطيور ويعرف من خلالها المربي أن الطيور انتهت من مرحلة غيار الريش وستدخل في مرحلة راحة إن شاء الله سنتكلم عن كيفية التعامل مع الطيور خلال هذه المرحلة لتجهز لنا في الوقت المناسب في موسم تزاوج نقطة أود الإشارة إليها هناك بعض الأخوة يظنون أن الطيور عندما تنتهي من غيار الريش تدخل مباشرة في مرحلة التزاوج لا يا أخي في حياة الطائر تمر بأربعة مراحل المرحلة الأولى هي غيار الريش بعد ذلك تأتي مرحلة الراحق ثم تأتي مرحلة التجهيز وأخيرا مرحلة التزاوج والإنتهج لهذا يجب احترام كل مرحلة وإعطاهها الوقت اللازم لكي نحافظ على صحة طيورنا أخواني أخواتي الكرام هذا ما كان في حلقة اليوم أتمنى أنني أفتكم ولو بالقليل لا تنسوا دعمنا بالتغطي على زر الإعجاب ليصل الفيديو إلى عدد كبير من الأشخاص ويستفيدوا معنا السلام عليكم